منتخب هولندا دي يونغ ودي باي مع تسعة آخرين في نظام سارم لتشكيلة حيث تعتبر رياقة المباريات معيارا أساسيا قال لويز فان غال مدرم منتخب هولندا إنه يحتفظ بمكانين فقط للعبين في تشكيلة كأس العالم لكرة القدر 2022 وكشف فان غال أن أحد المكانين للمهاجر مومفيس دي باي والتاني لزميله في برشلونة ذرينكي دي يونغ الذي تقلص مشاركته مع برشلونة هذا الموسم لكن بالنسبة لما يقوله فإن فان غال فإنه يحضر باتقالة تضمن له مكانه في التشكيلة وهذا الأمر يعبر عن أهمية دور لاعب الوسط دي يونغ مع هولندا حيث يصنع الهجمات وينقل الكرة حول الملعب ويتحكم في إيقاع المباراة وقال فان غال في وقت سابق هذا العام في واحدة من عدة مرات أشاد فيها بشكل فردي بنجم خط الوسط البالغ عمره 25 عاما أدرك أهمية برينكي إنه يمنحنا جودة إضافية كان دي يونغ يبلغ من العمر 21 عاما عندما شارك مع منتخذ بلادي لأول مرة في 2018 وقال المدرب السابق رونالدو كومان بحماس بعد مشاركتي في مباراة ودي أمام فيرو في أمسر ضع إذا ظهرت في مشاركتك الأولى بهذا الأداء فسيكون مستقبلك مشريقا جدا وفي 48 مباراة دولية تالية منذ ظهوري الأول شارك دي يونغ في 45 مباراة بينها 43 في تشكيل الأساسية ويعتبر أحد قوى الدفاع الدافعة في إحياء مسيرة منتخب هولندا بعد انتكاسة الغياب عن بطولة أوروبا 2016 وكأس العالم 2018 ومن المفارقة أنه قبل بطولة أوروبا الأخيرة تار قلق من أن دي يونغ سيشعر بالإرهاق بعد خوض الكثير من المباريات مع ناديه والآن تتعلق المخاوف من أنه قد يكون غير جائز بسبب قلة مشاركاته حول برشلونة بين دي يونغ خلال فترة الانتقالات الأخيرة في محاولة تخفيف من آثار أزمتي المالية لكن اللاعب تمسك بموقفي بشأن مستحقاتي المالية وأصر على البقاء وقال دي يونغ للصحفيين في سبتمبر الماضي كنت أرغب دائما في البقاء في برشلونة ولهذا السبب حافظت على هدوءي في الصيف للنادي أفكاره الخاصة ولأفكاري أيضا وأحيانا تصطدم الأفكار مع بعضها وأفضل سيناريو وأفضل سيناريو بالنسبة لفان جال والمنتخب الولاندي أن يكون دي يونغ في أفضل حالاته لكن حتى إذا لم يكن كذلك فهو لاعب لدي القدرة على ترك بصمة واضحة في محاولة الفريق لحصد لقب كأسي العالم ترجمة نانسي قنقر